أعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبزنا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقل ظلم نفسه لا تدليل عم الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا جلهن فامتكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدو ذبي عذل منكم أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله بل يوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يسن من المحيظ من نسائكم من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم سلافة أشهر أشهر والله لم يحيظه وأولاك الأحمال يجلهم أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أنبي يسرا ذلك من الله ينزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته فيعزنه وجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضالوهن لتزيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرزعن لكم فاتوهن وجورا وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترزع له أخرى لينفقه ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله دسن إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسري يسرا وكعز من قرية عتت أمم لربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذا خطف بال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبجنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات يدخل جنات تزي من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يترزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير وأن الله قد حق بكل شيء علبا صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر